وتعد من أكثر حالفات وثيقة نتشارك القيم والاهتمامات والمصالح نتشارك رؤية السلام والقوة هذه الأيام هي تذكير هو أنه إذا أردنا السلام يجب أن نكون قادرين على الدفاع عنه القوة الدبلوماسية والعسكرية ليست عقبة ضد السلام وإنما هي ما تضمن السلام هذه فرصة لنتقدم بالشكر إلى الإدارة الأمريكية والكونغرس على دعمه لتعزيز أنظمة الصواريخ الدفاعية ولتقديم الدعم العسكري والأمني لإسرائيل هذه مكونات أساسية للأمن القومي صديقي أنت تجعل حياة أبنائي أكثر أمانا هذا الصباح ناقشنا موضوعين أساسيين الغزو الروسي لأوكرانيا والاتفاقية النووية مع إيران الولايات المتحدة الأمريكية تقدم المساعدات العسكرية والإنسانية إلى أوكرانيا منذ أول يوما في الحرب الفرق الإسرائيلية تقوم بتقديم المساعدات الطبية في المستشفيات الميدانية وبالإضافة إلى القوافل المساعدات الإنسانية التي تساعد اللاجئين بكل الطرق فيما يتعلق بقضية إيرانية فإن إيران ليست مشكلة لإسرائيل العالم لا يمكنه أن يتحمل وجود مشكلة نووية في إيران وباستمرار إيران في نشر الإرهاب حول العالم لدينا نقاط نزاع بشأن الاتفاقية النووية وتدعاية المترتيبة عليها ولكن نفتح حوارا في هذا الصدد انطلاقا من صداقتنا الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ستستمران في العمل مع بعضهم البعض لمنع التسليح النووي لإيران كما سنفعل أي شيء مطلوب لوقف البرنامج النووي الإيراني أي شيء من وجهة نظرنا التهديد الإيراني ليس نظريا فإيران تريد تدمير إسرائيل ولكنهم لن ينجحوا ولن نسمح لهم بذلك شكرا صباح الخير يسعدنا دائما التواجد معكم إما في جيروسلم أو القدس أو أي مكان آخر نلتقي فيه إذا سمحتم لي لم أتحدث إلى زملائي منذ الرحلة التي كنا بها مع الرئيس في أوروبا اسمح لي أن أتحدث عن هذا الأمر قبل أن أتحدث في تفاصيل ما نقشناه ولكن حضرت من الزيارة الميدانية إلى أوروبا مع الرئيس وشهدنا الالتزام والعزيمة والتوحيد في حلفائنا الأوروبيين فيما يتعلق بإنهاء الغزو الروسي في أوكرانيا والوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني أيضا حضرنا قمة الناتو التي تفق فيها الحلفاء على تعزيز الجبهة العسكرية للدفاع عن كل أراضي الناتو الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائنا في الناتو مستعدون وملتزمون بتقديم كل المساعدات العسكرية المطلوبة لمهاجمة والدفاع ضد أي قصف عسكري فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي قمنا بتعزيز العقوبات على كل من هم مسؤولون على هذا العدوان الروسي ضد أوكرانيا قمنا أيضا بإطلاق مبادرة مشتركة من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي خلال الفترة الانتقالية تجاه الطاقة المتجددة وفي وارسو قمت مع وزير الدفاع بالتحدث مع نظرائنا في أوكرانيا وكان من الجيد أن نلتقي بهم وجها لوجه لإعطائهم المعلومات بشأن اجتماعنا فيما يتعلق بتحقيق الاحتياجات الاقتصادية والمساعدات الإنسانية لأوكرانيا أيضا التقينا باللاجئين الأوكرانيين في وارسو أحد الأمور الصادمة في الالتقاء بهؤلاء اللاجئين هو كون الكثير منهم أطفال أطفال الرضع حديثي الولادة وفقا للأمم المتحدة أكثر من نصف الأطفال الأوكرانيين تعرضوا للنزوح بسبب هذا الحرب وهو تذكير أن هناك حاجة ماسة لإيقاف هذه الحرب كما أنه كان تذكير لأهمية الدبلوماسي والصديق الذي خسرناه هذا الأسبوع الذي كان وضعا صعبا جدا وذهبت عائلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولكن لم ننسى أبدا أهمية فتح الدول لحدودها للوقوف للاجئين وللوقوف ضد الطغيان وضد الاستبداد وأيضا أعرف أن هذا شيء تتشاركه عائلاتنا في هذا الصدد روسيا والغزو الروسي كان أحد القضايا التي ناقشناها منذ قليل ونقدر ونثمن الإدانة رئاسة الوزراء للعدوان الروسي والالتزام بتجديد العقوبات على روسيا كانت إسرائيل من الدول المئة التي صوتت لتقديم المساعدات العسكرية والإنسانية إلى أوكرانيا وإدانة روسيا لهذا الهجوم رئيس الوزراء بنت التزم بضرورة إيجاد حل دبلوماسي لهذه الأزمة وقدمت حكومته مساعدات إنسانية إلى الشعب الأوكراني وشاهدت المستشفيات الميدانية وعملت مع الزملاء الموجودين هناك الذين يعملون في هذه المستشفيات الميدانية والتي تم تسميتها وفقا للعمدة في أوكرانيا وهذه المستشفيات تضم نخبة من الأطباء المتحدثين بالروسية وبالتالي الشعب الإسرائيلي يقف إلى جانب الشعب الأوكراني ليس فقط من خلال هذه المستشفيات الميدانية وإنما ذهب الآلاف إلى ميدان تل أبيب للتظاهر ضد هذه الحرب وعندما طلب من المتطوعين الذهاب إلى مولدافيا تقدم الكثير من المتطوعون والحرب الروسية أيضا تتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء تحديدا القمح في ظل انتعاش الاقتصاد من الأزمة كوفيد-19 وهذا طبعا يمثل خطر كبيرا من نسبة إلى المنطقة التي تعتمد بشكل كبير على أوكرانيا في استيراد القمح وهذا ما يؤدي إلى تصعيب الموقف بالنسبة إلى الشعب الأوكراني سننسق مع شركائنا لتخفيف من هذا العب على الناس تحديدا وأيضا في الشرق الأوسط قمت بهذه الزيارة التي خلالها زرت فيها إسرائيل وضفة الغربية لأنها منطقة تهتم بها الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا تضم أصدقائنا الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في الاستثمار في المنطقة وتعزيز العلاقات التي تعتبر مهمة بالنسبة إلى الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتأكد من التعامل مع هذه التحديات وأيضا في الوقت ذاته التعامل مع الحرب والعدوان الروسي التقيت بوزير الدفاع وسألتقي أيضا بوزير الخارجية وسأشدد على التزام أمريكا بتحقيق الأمن القومي كما نقشنا منذ قليل وبالتأكيد منذ عدة أيام قام الرئيس بايدن بالتوقيع على القانون الذي يمنح مليار دولار لنظام الدفاع الذي سيمكن من تعزيز الأمن القومي قمنا أيضا بإدانة الهجمات الإرهابية التي حدثت مؤخرا ونتقدم بتعازينا إلى أهالي الضحايا وأيضا إيران كان أحد المواضيع التي قمنا بمناقشتها عندما نتحدث عن عناصر المهمة كلا البلدين ملتزمين ويدركان أهمية أن لا تمتلك إيران أسلحة نووية ما حدث في أوكرانيا هو تذكير آخر على خطورة موقف امتلاك إيران التي قد تصبح أكثر عدوانية في حال التلاكها للأسلحة النووية تؤمنوا الولايات المتحدة الأمريكية أن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة هي أفضل وسيلة لوضع برنامج إيران النووي في خارج المناقشة ولكن التزامنا بالمبدأ الأساسي بأن إيران يجب أن لا تمتلك الأسلحة النووية هو أمر لا يقبل المناقشة وسنستمر في العمل مع شركائنا في إسرائيل على تحقيق ذلك هذا الأمر مهم جدا لأن إيران مستمرة في الانخراط في أنشطة لزعزعة استقرار وأمن المنطقة وهذه الأنشطة تضاعفت منذ انسحابنا من المعاهدة من خلال وسطائها وإيران نفسها هذه الهجمات من الحوثيين على المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية هي هجمات دعمتها إيران ومولتها إيران وبالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في الوقوف ضد إيران عندما تحاول زعزعة استقرار وأمن شركائنا وحلفائنا في المنطقة هذه المنطقة التي ستكون أكثر أمانا ستعطينا مقدمة وقدرة على التعامل مع التحديات وأيضا استغلال الفرص الموجودة فيها ولذا نحن ملتزمون تماما بالالتزام بين معاهدة الأبراهيمية والبناء على العلاقة التي قامت بها البحرين والمغرب والإمارات بالعمل عليها هذه القمة التي ستنضم إليها مصر أيضا لم نكن لنفكر فيها منذ عدة سنوات وهي القمة الأولى التي ستنعقد وبالتالي أود أن أثني على جهودكم القيادية في إيجاد وسائل وسبل جديدة للتعاون ولدينا معاهدة أيضا قمنا بإطلاقها مع الإمارات والهند وسنتحدث عنها قريبا ولكن التطبيع أصبح هو الوضع الطبيعي في هذه المنطقة وهو ما يمكن جهودنا لجدوى الأعمال الإيجابي سيفيد حياة شعوبنا والاستثمار في البنية التحتية والتطوير من الطاقة المنتجة جددة وتحسين الأوضاع الصحية وتوثيق العلاقات بين الشركات والفنانون والثقافيون كل هذه الأمور سيكون لديها فوائد على المنطقة وضمن هذه الجهود نتطلع إلى إشراك المزيد من الأطراف بالإضافة إلى إحداث آثار إيجابية وملموسة على حياة الفلسطينيين وأيضا إيجاد حل الدولتين سأسافر إلى رامالله لألتقي بالرئيس عباس وأناقش توثيق علاقتنا مع السلطة الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني كما سألتقي أيضا بالمجتمع المدني في فلسطين وأصلت الضوء على عملنا مع المؤسسات غير الحكومية هناك كجزء من عملنا نزيد المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين وندعم القطاع الخاص ونستثمر بشكل كبير جدا في شراكات جديدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين للتعامل مع التحديات المشتركة في التقاء بالقادة والإسرائيليين والفلسطينيين سنناقش طرقا لجعل شهر رمضان الكريم آمنا ومباركا هذا ما سنناقشه وهو أمر يجب أيضا على جميع القادة تعزيزه صديقي شكرا جزيلا على قيادتكم وشراكتكم وصداقتكم دائما يسعدنا الوجود هنا والتفاجد معكم شكرا سنأخذ الآن سؤالا من كل جانب شكرا يسعدنا استضافتكم هنا أول سؤال موجه إلى سعادة الوزير ما هي الخطوات التي أخبرتم بها السيد بلينكين بشأن تطبيق العقوبات على روسيا إلى جانبي لم تقم إسرائيل باتخاذ أي خطوات ملزمة هل قمتم بذلك أم لا السؤال الثاني هو سؤال بنعم أم لا أم لا لكل منكم هل المؤسسة IGRC هي مؤسسة إرهابية سأقتبس ما قاله السيد بلينكين قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية تثمن عملنا بشأن العقوبات التي تم عرضها على الوفد وردنا على الوفد الأمريكي كيف نقوم بتطبيق العقوبات وكيف نجابه فكرة أن إسرائيل ليس لديها قانون شامل للعقوبات ولكن نجحنا في كوننا جزءا من الجهود العالمية لوقف هذه الحرب من خلال العقوبات وبالتالي لا أعتقد أن هناك أي شك في عقل أي أحد لماذا قام فريقنا بعرض هذا المقترح إلى إسرائيل أن إسرائيل تفعل كل ما بوسعها لتكون جزءا من الجهود العالمية فيما يتعلق بالسؤال الثاني نعم هي منظمة إرهابية ويجب التعامل معها من هذا المنطلق بالإضافة إلى مثلا هي نفس المؤسسات الهابية مثل حزب الله وغيرها ومع جمعة الحوثي شكرا جزيلا يسعدني أن أراك أنا عادة أكتشف أنني أفكر فيما ستطرحه قبل حتى أن أتطرح السؤال أمرين الأمر الأول في خلال مناقشاتنا أخبرت من الكبار المسؤولين هنا في إسرائيل مسؤول عن تطبيق العقوبات ونقدر العمل الذي تقوم به إسرائيل في هذا الصدد وسنظل على تواصل قريب وتشاور فيما يتعلق بالعقوبات فهي موضوع مهم جدا من جهودنا لوضع المزيد من الضغوطات على روسيا لإنهاء العدوان في أوكرانيا فيما يتعلق بالمؤسسة الآي جي آر سي هي أكثر مؤسسة موضوع الآن على قائمة الإرهاب سؤالي من واشنطن بوست السيد الوزير أنتم إلى جانب دول العديدة في العالم وقفتم ضد الغزو الروسي ولكن الشرق الأوسط متأخر بعض الشيء المملكة العربية السعودية لم تخفض من إنتاج النفط وهناك تباطئ بعض الشيء فيما يتعلق بالعقوبات هل ردت فعل المنطقة مرضية بالنسبة لكم ثانيا هل يمكن أن تشرح لنا ما قصده الرئيس بايدن عندما قال بأن سيد بوتين لا يجب أن يظل رئيسا سعادة الوزير الولايات المتحدة الأمريكية كيف يمكنكم تبرير الحلول الدبلوماسية المتعلقة في هذا الصدد؟ أولا فيما يتعلق بالعمل في هذه المنطقة سواء في دعم الشعب الأوكراني والوقوف ضد العدوان الروسي فيما يتعلق بالعقوبات هذا جزء من المناقشات التي قمنا بإجرائها اليوم والتي سأقوم بإجرائها خلال زيارتي هنا مع حلفائنا وشركائنا مرة أخرى نحن نقدر ونثمن ردة الفعل القوية الإسرائيلية ضد العدوان الروسي في أوكرانيا ونقدر التزام وزير الخارجية لتأكد من أن إسرائيل لا تستخدم كباب خلفي لتجنب العقوبات وتحدثت مع كبار مسؤولين فيما يتعلق بذلك وسنعمل في هذه النقطة عن كثب وشاهدنا فيديو يوضح العمل المذهل الذي تقوم به إسرائيل فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لرفع المعاناة عن ما يعانون من العدوان من خلال المستشفيات الميدانية وسنتحدث عن وسائل المساعدة المختلفة التي يمكن لإسرائيل والدول الأخرى أن تقدمها إلى أوكرانيا سواء فيما يتعلق به لأنظمة الأمنية أو المساعدات الإنسانية أو المساعدات الطبية أو حتى من ناحية تطبيق العقوبات هذه المناقشة ستكون مستمرة خلال الرحلة فيما يتعلق بالخطاب القوي الذي ألقاه الرئيس الأمريكي بالأمس أعتقد أن الرئيس والبيت الأبيض وضح بالأمس أنه ببساطة الرئيس بوتين لا يمكن تمكينه من المشاركة أو الانخراط في هذا العدوان في أوكرانيا كما تعلمون وكما سمعتم بشكل متكرر ليست لدينا استراتيجية لتغيير النظام في روسيا أو أي مكان آخر حول العالم وبالتالي الأمر يعود إلى الشعب المعني يعني الشعب الروسي في هذه الحالة ولكن ما نملكه واستراتيجية لدعم أوكرانيا بشكل قوي وهذا ما نفعله ونقوم بحشد الحلفاء وشركاء حول العالم نقيم بذلك إلى جانب المساعدات الأمنية غير المسبوقة والتي لها أثر إيجابي كبير جدا عن مساعدة أوكرانيا عن الدفاع عن أنفسها ضد الدبابات والأسلحة الأخرى لدينا أيضا استراتيجية لوضع ضغوط غير مسبوقة على روسيا ونقوم بتطبيقها ولدينا استراتيجية للتأكد من تقديم كل المساعدات الإنسانية المطلوبة واستراتيجية إلى تعزيز حلف شمال أطلسي كل هذا الآن في قيد تطبيق الرئيس وضح ذلك بالتفصيل الأمس وهذا ما نركز عليه أولا نعم الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر حليف وصديق لنا وبالتالي نأخذ أي موضوع يريدون مناقشته على محمل الجدية جزء من هذه الصدقة هو أن نريدين القدرة على فتح حوار مفتوح بشأن أي شيء بالتأكيد إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت أن تتعامل مع المشكلات اليومية للفلسطينيين بتأكيد لأنه منع ذلك ولكن لا نعتقد أن القدس هي المكان المناسب لفعل ذلك لأن القدس هي عاصمة إسرائيل وإسرائيل وحينه شكرا جزيلا